نشر المركز الألمي لمجلس الوزراء تقريرا تضم إنفوغرافات تتنول حصادة مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي وكشف التقرير أن ترتيب نسبة انتشار الشائعات خلال العام الماضي بلغت 18.8% وهي النسبة الأعلى على مدى السنوات العشر الماضية وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقا لمعدل انتشار الشائعات عام 2023 حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24% والتموين 21% والتعليم 11% والتقى والوقود 11% والصحة 8% وتترق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاما فضلا عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة وكشف تقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023 مشيرا إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال تلك الفترة نتيجة الأزمات العالمية وظهر التقرير أعلى خمس قطاعات استهدافا بالشائعات منذ عام 2020 إلى عام 2023 وجاءت قطعة الصحة والتعليم والاقتصاد والتموين والسياحة والأتار في الصدارة